وقتنا ده وقتنا ده ده صلاح ونديه له المساحة الأكبر محمد صلاح وبعد كده كلمنا عليهم مديد وبرشلونة بس الأسبوع ده بالنسبة لمحترفين المصريين أسبوع ناصع البيض والجمال حاجة مفيش بعد كده روعة حاجة مفيش بعد كلهم أي واحد اسمه مصري بيسجل وبيبدأ تعالوا نشوف حصاد محترفيننا المصريين الرائعين في الدوريات الأوروبية والعربية كان عامل إزاي الإسبوع ده تعالوا نشوف نبدأ النهاردة مصطفى محمد سجل هدف الثالث في فوز نانت على ستاد بريست بسلسية مقابل هدف وحيد في الجولة الحادية عشر بالدوري الفرنسي وقبل انطلاق المباراة السلولة أمام حضراتكم داية مصطفى محمد تسلم جائسة لعب شهر سبتمبر في نادي نانت الفرنسي مصطفى محمد في سبتمبر لعب خمس مباراة سجل هدف وصنع مثل جامد رائع تعالوا نروح للرائع الثاني محمود حسن تريسجيه سجل هدفا في تعادل فريق ترابزون مع بشكتاش بالجولة العشرة من الدوري التركي وجاء الهدف في الديئة ستة وتلاتين وكان هدف التقدم الثاني لترابزون لكن بشكتاش عادل النتيجة رائع وكبير أحمد حجازي أحمد حجازي قاد فريق والتحاد جدل الفوز على الوحدة بهدف نظيف سجله حجازي من رأسية رائعة في الديئة تمانين من عمر المباراة لاتشهدت مشاركة أيضا المحترف المصري الآخر الكبير طريق حامد تعالى لسه مكملين مع حضراتكم مبارح بقى مبارح عمر مرموش سجل هدف رائع 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 في الديئة تسعة وخمسين من مباراة فريقه فولفسبورج أمام مونشي جلباخ في المباراة اللي انتهى بهدفين لكل فريق وتمكن مرموش من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الديئة تسعة وستين لسه مخلصناش لسه مكملين أنا كمان أحمد حسن كوكا يوم الجمعة سجل هدف فريقه ألانيا سبور على أنطاليا سبور بسلسة أهداف مقابل هدفين في الجولة العشرة بالدولة التوركي وجاء هدف كوكا في الديئة 44 وكان هدف التقدم لفريقه الحلاوة دي الجمال ده الرواعة دي الرواعة دي فيش بعد كده فيش بعد كده أرقام وحاجات عظيمة يعني آه ده لسه ده في محمد صلاح كمان بس محمد صلاح كلمنا عنه كتير فبس نكبل ده الأسبوع بتاع المحترفين محمد صلاح سجل هدف فريقه ليفر بول عاما 6-6 في الجولة 11 بالدولة الإنجليزي اشتخاذ تنسى صلاح تنسى صلاح ده كلام الحالة حلوة بالمناسبة لما منيق نقولي الكلام ده يقولك إيه يعني لما بيجوا منتخب مصر ما بيعملناش حاجة الحكاية مش كده الحكاية مش كده منتخب مصر ده كلمنا كتير عشان بس ما خشش في فرايات منظومة وتفاصيل ودوري منتظم ويبقاش فيه إيقافات للدوري ويبقى فيه تنظيم للمنتخب ويبقى فيه استخدار في الأجهزة الفنية ويبقى فيه مجبوعة لعيبة منساجمة بس بصيلها من ناحية تانية هجماعة ده بيتقال عليه اللعب المصري في الدوري اللي بيلعب فيه المصري هتقولي يعني مش فاق اللعب المصري إلا إلا هيفيدن أنا تفيدك كتير نبقى نتكلم عنها في وقتها بس عشان عايزة فرد كلام كتير بس أقولك ببساطة يعني لو أنا سألت حضرتك أنت تعرف إيه في البرازيل يعني تعرف إيه عن البرازيل مذاكر إيه عن البرازيل إيه هو تاريخ البرازيل برازيل كبلد يعني هتقولي إيه طبعا أعرف بليه وأعرف لونالو الزاهرة وأعرف بيبيتو وأعرف ريفالو وأعرف نمار ديه معرفتك للبرازيل طيب سألتك على الأرجنتين هتقولي إيه بلد ماردونا وميسي يعني مش فاق هو ده السؤال إيه السؤال السهل ده لكن إيه بيسألك على الأرجنتين كبلد هتقولي إيه ماردونا وميسي فإحنا عرفنا إن البلاد دي كبيرة كبيرة عشان إحنا بنتفرج على كورة بس عشوما بلاد كبيرة في حاجات تانية كتير زي ما بلدنا كبيرة في حاجات تانية كتير بس بكلماتك عن ناس اللي بتتفرج على كورة بس بيعرفوا أسماء الدول وإنها كبيرة وإنها دولة رائعة من نجوم الكورة من نجوم الكورة إحنا ما نعوز نعرف بلدنا تعريف جيد لبعض الناس اللي ممكن ما يعرفوش تاريخ بلدنا كويس اللي بس نظرهم بتبقى في كورة القدم فقط أو في الرياضة فقط فنعرفهم بلعابتنا وبأسلوبهم وبأداءهم وبأخلاقهم ومهاراتهم عشان كده الحاجات دي مهمة جدا لتمانين تفريعة لتمانين تفريعة بقى ممكن نقود نتكلم عنها سنين بس مش عايزة تطول أحاكم عشان لسه هنتكلم النهاردة على المباريات الرائعة في أوروبا